وصول طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الولايات المتحدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي الصحة تعلن ارتفاع إجمالية المتعافين من فيروس كورونا إلى 870 حالة الخام الأمريكي يسجل أكبر تداول يوم واحد للعقود الأجلة في التاريخ وسط انهيار الأسعار الثالثة صباحاً الوحيدة بتوقيت جرينتش موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي وصول الطائرة العسكرية المصرية وعلى متنها شحنة المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن المتحدث العسكري تبرع رجال القوات المسلحة بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحية ليرتفع إجمالي والمتعفين من الفيروس إلى 870 حالة وأضحت الوزيرة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج وتحليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1181 حالة مضيفة أنه تم تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة لفتة إلى وفاة 14 حالة أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 329 حالات فحين ارتفع عدد الوفيات إلى 145 حالة وأوضحت الوزارة أن 78% من الحالات لا تظهر عليها أعراض المرض أو تظهر لكنها بسيطة مشيرة إلى 5% فقط من المصابين تم إداعهم بالعناية المركزة أو غرفة الإنعاش أعلنت فلسطين ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 466 وذلك بعد تسجيل 17 إصابة جديدة بالقدس وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن حصيلة المتعافين الإجمالية وصلت إلى 70 حالة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وكشفت الوزارة في بيان لها عن تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بالفيروس وذلك خلال فحص أكثر من 30 ألف شخص جديد من المواطنين والمقيمين في البلاد مشيرة إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة وتقضع للرعاية الصحية اللازمة أعلنت قطر عن تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية قالت وزارة الصحة القطرية أنه بذلك يرتفع إجمالية إصابات كورونا في البلاد إلى أكثر من 6500 حالة تعود معظمها للعمالة الأجنبية الوافدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك 20 ولاية أمريكية تتحرك لرفع قيود الإغلاق وأعلن ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي بالبيت الأبيض أنه سيوقع خلال الساعات القادمة على أمر تنفيذي يعلق بموجبه لمدة 60 يوما الهجرة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتعلق حصرا بطلبات الإقامة الدائمة ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة قال رئيس وزراء إيطاليا جوزابي كونسي أن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وأضاف قونسي أنه سيتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو محذرا من الرفع الفوري لقيود مواجهة الفيروس لما قد يسببه في صعود منحان العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلت إلى الآن أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 4598 حالة وسجلت السلطات 1785 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 143457 حالة وأعرب وزير الصحة الألمانية يانس تشبان أن اعتقاده بأن القواعد القصة بالتباعد ونظافة الصحية ستستمر لفترة طويلة قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا ارتفعت إلى 15607 حالات بعد تسجيل 778 حالة وأظهر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب كورونا ربما يزيد بنسبة 40% من حصيلة الأرقام اليومية المعلنة قالت وكالة الصحة العامة السويسرية أن عدد الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1187 حالة وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى أكثر من 28 ألف حالة وتبطأ معدل الإصابة في الأوين الأخيرة بعدما بلغ ذروته عند 1300 حالة يوميا في أواخر مارس الماضي أعلن المستشار النمسوي سيبيستيان كورتز أن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العامة السرية بسبب فيروس كورونا وذلك باستماح للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها وسمح باستئناف أداء الشعائر الديني اعتبارا من 15 مايو المقبل وكان كورتز قد أعلن أن المدارس ستعيد فتح أبوابها أمام طلاب السنة النهائية في أوائل مايو وقال كورتز في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى وذلك من يوم الخامس عشر من مايو قررت هولندا عودة الطلاب إلى المدارس اعتبارا من الحادي عشر من مايو المقبل سجلت هولندا سبعمائة وتسع وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب مائة وخمس وستين وفاة جديدة وقالت السلطات الصحية في هولندا أن إجمالية الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلد وصل إلى أربعة وثلاثين ألفا ومائة وأربع وثلاثين فيما بلغ إجمالية الوفيات ثلاثة ألاف وتسعمائة وستعشة حالة هوت العقود الأجلة للنفط مجددا مع استمرار الضعر في الأسواق لثاني يوم دون أن تلوح في الأفق نهاية لتخمة متنامية في المعروضة العالمية من الخام بينما ينهار الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا وهبطت عقود برينت تسليم يونيو 6.24 دولارا أو 24% لتسجل عند التسوية 19.33 دولارا للبرميلة وتراجع الخام الأمريكي في العقود تسليم يونيو 8.86 دولارا أو 43% لتبلغ عند التسوية 11.57 دولارا للبرميلة وهي العقود التي سجلت أكبر تداول يوم واحد للعقود الأجلة في التاريخ بلغ أكثر من مليوني عقد انتهى الموجز الإخباري ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extra news.tv شكرا لكم شكرا لكم